مساء الخير مشاهدين الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا طبعا نسمحوا لي اليوم وكالعادي أن أبدأ حلقتي وأن نحكي عن موضوع بهم الجميع وهو القيل والقال في الطب القيل والقال وإم محمد قالت وابو العبد قال وجارنا قال وجارتنا حكات عن العلاج وعن التشخيص هذا هو محور حديثي في بداية حلقة إلى اليوم لأنه أنا أعتقد أنه إحنا أصبحنا نشاهد ظاهرة منتشرة بشكل كبير وهو تدخل المريض في عملية تشخيص الحالة المرضية عنده طبعا أنا بحب أنه المريض يعرف كل شيء عن حالته بحب أنه المريض يعرف كل شيء عن مرضه ولكن دون أنه يتدخل بشغل الطبيب وكمان ما يتدخلش في طريقة التشخيص هذا شيء من الأبجديات في العالم كله أنه يترك للطبيب المريض مش مهمته غير شغلة واحدة أنه يشكل الطبيب ويعطيه تفاصيل المرض تبعه ويترك عملية التشخيص للطبيب طبعا إحنا شو اللي بصير عنا؟ إحنا بصير عنا عكس ذلك تماما طبعا أنا ما بقول عن الكل ولكن هاي ظاهرة يجب أن تنتهي وتروح من مجتمعنا ومن عقليتنا وتنتهي من مفاهيمنا الصحية وهو يعني بيجي أي مريض عند الطبيب هو بده يفرض على الطبيب شو طريقة التشخيص وهو بد يفرض على الطبيب شو نوع العلاج والمبرر دائما عنده جاهز أنه المبرر هو أنه جارنا أبو العبد ما هو كان عنده نفس القصة وجارتنا أمي محمد كان عندها نفس الموضوع وأخذت العلاج لفلاني يا دكتور طبعا اللي أنا بحب أحكيه للناس كلها أنا لا ألوم على الناس ولا ألوم على المرضى أنا ألوم على المنظومة الصحية اللي إلى الآن لم ترتقي بوعي مجتمعي صحي بما يكفي للمريض بأنه هو يعرف حالته المرضية دون تدخل في عمل الطبيب طبعا هذا الحكي بيطلب جهد كبير جدا من الجميع ولكن كمان بتطلب جهد كبير من نفس المريض ومن المشاكل اللي بنواجهها إحنا طبعا من المشاكل الجدية تماما اللي هو عمنا جوجل عمنا جوجل داخل كل بيت داخل كل إيد موجود في كل مكان وكل مريض عنده أي عرض مباشرة بروح بفتح على عمي جوجل وببلش يعطيها الأعراض وعمي جوجل ببلش يعطيه النتائج جميل جوجل لم يصنع ولم يستحدث لهذا الهدف جوجل إله وظيفة تانية خالص لأنه كل عرض أنت بتشكي منه بتعطيه للطبيب إله تركيبة معينة هو الطبيب كيف بتم عملية تشخيص المرض؟ عملية تشخيص المرض شغلة بسيطة جدا لاللي بعرف في شغله ومش للمواطن عملية تشخيص المرض هو شكوى المريض الفحص السريري الفحوصات اللازمة ومن ثم عليها كلها بابن الطبيب تشخيصه يعني لو جينا أعطينا للعم جوجل صدع أوكي؟ ممكن يقول لك سرطان فبيجي المريض هو معتقد تماماً لأنه جوجل حكاله أنه سرطان بيعتقد تماماً أنه ممكن يكون عنده سرطان هذا طبعاً الليغو طبعاً الطب هو أنه التشخيص يبنى زي الليغو زي لعبة الليغو بنبني شيء فوق شيء فوق شيء فوق شيء لحد ما نوصل للتشخيص مش عملية سهلة مش سهلة طبعاً ولكن إحنا عنا من الكفاءات والخبرات ما يكفي لهذا الموضوع مشكلتنا إحنا في القطاع الصحي مع المرضى ومجموعة من المرضى هو أنه جاي جاهز عارف معتقد أنه هو عارف شو البرض اللي عنده ومعتقد أنه المرض التشخيص طبعه اللي هو جاي فيه من الدار سواء من أبو العبد أو من محمد أو من عمي جوجل هو الصح ويا ويلو الدكتور إذا خالف كلامه طبعاً هذا مفاهيم خاطئة يجب أنه إحنا نتخلص منها مفاهيم يجب أنه إحنا نتخطاها مفاهيم يجب أنه إحنا يعني خلص يعني بكفي أنت تأتي إلى الطبيب يعني يجب أن يكون هناك ثقة كاملة في الطبيب اللي أنت واقف قدامه أو اللي بتعالج عنده بحيث أنه لما يعطيك قراره الطبي تكون مقتنع بكلامه طيب ممكن ما تقتنعش بكلامه معاك أنا برضو بس ما بصير تعتمد على كلام الناس العاديين أو الناس اللي ملهمش خبرة في الطب وتقول لي والله لا هذا الدكتور بفهمش بس أبو العبد بفهم يعني مع الاحترام لكل الناس لا هذا مهمة الطبيب ولكن إذا أنت ما اقتنعتش بكلام الطبيب شغلة بسيطة جداً حقك أن تلجأ إلى أي طبيب آخر من أجل التشخيص يا أخي خد رأي آخر طبي بس ما بصير وهذا اللي إحنا بنشوفه أنه يجي المريض يا دكتور أنا عندي واحد تنين ثلاثة بس أنا بدي تكتب لي واحد تنين ثلاثة لأنه واحد تنين ثلاثة هذا شيء خاطئ وهذه مفاهيم خاطئة يجب أنه إحنا نتخلص منها يجب أنه إحنا نخرج من هذه الدائرة دائرة التدخل في عمل الطبيب وعملية التشخيص لأنه وقتها لأنه وقتها يعني بالنهاية اللي بتحمل مسؤولية المريض هو الطبيب نفسه اللي بتحمل قراره وقرار تشخيصه هو الطبيب مش أي حدا تاني هو اللي بتحمل قرار تشخيصه وقرار العلاج اللي هو بيكتبه للمريض بس ما بصير إحنا نتدخل في الجزئيات هاي ومن الأشياء كمان من الأشياء المهمة جدا اللي لازم إحنا نحكي عنها اللي هو الناس اللي بتاخد علاجات بشكل دوري والعلاجات اللي هي أنا بأقصد الأمراض المزمن يعني بسوى يعني كل إنسان بياخد دواء مزمن بياخده عشر سنين ما عشر سنين خمس سنين يا أخي يعرف اسمه يعني قبل ما تدخل في شغل الطبيب يا أخي يعرف اسم الدواء اللي بتاخده أقل ما فيه هذا طيب مش عارف تحفظه لما بدك تروح على المراجعة الطبية أو بدك تلجأ لأي طبيب حتى يجب أن يكون فيه معاك ورقة مكتوب فيها اسمها الدواء اللي بتاخدها حتى لن بدك تسافر يجب أن يكون معاك العلاج تبعك ومكتوب في ورقة خارجية كمان العلاج اللي أنت بتاخده عشان لما تروح على الدكتور ما يعودش يخمن الدكتور وتقول له الحب الصفرة والحب الصمرة وبعرف الشو يعني هذا كلها سلوكيات غير صحيحة مهمتنا أنا وإنتو إنه إحنا نفهم على بعض إنه إحنا نسمع بعض مهمتكم تتعرفوا عن إيش أنا بحكي بإنه إحنا حقك حقك كمواطن وكمريض وأنا دائماً بنادي بهذا الشغل وإنك إنت تعرف شو الحل المرضي من الألف إلى الياء ولكن إنت تسأل والطبيب يجيب مش المفروض العكس يعني مش المفروض إنك إنت تفرض على الطبيب نوع التشخيص أو حتى نوع العلاج اللي لازم تاخده طبعاً هذه المعتقدات مش موجودة غير في منطقتنا إحنا مش موجودة غير ومصبتنا إحنا بصراحة مصبتنا الكبيرة كمان هو زي ما قلت أنا في عمي جوجل يعني في كل شي بتدخل هو مسكين قاعد في دارهم جوجل بس إحنا اللي بندخله في كل شي بندخله حتى في الطبيق بندخله بس يا عمي في الطبيق بزبط إنك تشوف نيويورك وإنت قاعد في رمالة بزبط بس إنك أنت تبني تشخيص على عرض تعطيه لجوجل هذا شيء يعني غير منطقي وآخر شيء بدي أحكي فيه في هذا المجال هو الثقة المتبادلة مع الطبيب واللي حكينا فيها المرة الماضية وهذا شيء مهم جداً يجب أن يكون في عندك ثقة كاملة بأهلية هذا الطبيب بإمكانياته وبتشخيصه السليم وبناءً عليه تتخذ قرارك وبرجع وبقول من حق أي مواطن أن يعترض على قرار الطبيب وأن لا يلتزم بالعلاج بس كمان ما تعتمدش إلا على مرجع طبي مش على مرجع الحارة وقعدة إحنا شعب إحنا الحمد لله يعني شعب مثقف شعب عندنا إمكانيات ثقافية وإحنا بنحكي بكل شيء يعني إحنا لو حكينا عن لو جينا سألنا وقفنا عدوار منارة وسألنا كل الناس المشيين شو يعني الضرة كل الشعب رح يفتشه الضرة هذا إحنا عارفينه الشغلة هاي بس في الطب يعني تركوا الأشياء الطبية للأطباء تركوا الأشياء الطبية للطبيب لأنه أنت لما تبلش تفرض على الطبيب طريقة التشخيص وطريقة العلاج رح تدخل الطبيب في حالة من الإرباك حالة من التشتت له عارف يرضيك ولا عارف يعالجك في نفس الوقت وبالتالي أنت أنت اللي في الآخر الخسران الوحيد من هاي العملية عشان هيك بتمنى من الجميع أنه يلتزموا بقواعد وسلوك وسلوك الصحية المتبعة في كل العالم وهي الالتزام والثقة بالطبيب الموجود أمامك طبعاً وبالعلاجات اللي بتاخدها